اجتماع القهر السادس لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الأفريقية يختتم فعلياته اليوم مع مرور مئتي يوم على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا كياف تعلن استعدة جزء من أراضيها وموسكو توصل القصف في كلمة أمام أعضاء مجلسي العموم واللوردات ملك بريطانيا شارلز الثالث يتعهد بأن يسير على نهج الملكة إليزابيث الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة الواحدة بتوقيت الرينج نشرة إخباريات مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم تختتم اليوم فعليات اجتماع القاهرة السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الأفريقية الذي استضافته المحكمة الدستورية العليا برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي شارك في الاجتماعي أربعون دولة إفريقية يمثلها واحد واحد رئيس محكمة دستورية ومجلس دستوري ومحكمة عليا لمناقشة القضايا الدستورية محل الاهتمام المشترك بين الدول الإفريقية بهدف تعزيز تعاون القضائي والقانوني والدستوري بين الدول الإفريقية برعاية السيد رئيس جمهورية مصر العربية الرئيس عبد الفتاح السيسي وإذ كان هذا الاجتماع ينعقد في ظرفٍ تاريخيٍ شديد الحساسية وقد اندلعت الحرب بين دولتين في قارة أوروبا وإدراكاً لخطورة آثار هذه الحرب على الاقتصاديات الإفريقية وما ترتبه من تبعاتٍ سلبية تمثلت في ارتفاع أسعار المواد الغزائية وأسعار النفط الخام فإن ذلك مما ينعكس سلبًا على اقتصاديات العالم أجمع وينزر بالدخول إلى مرحلة الكساد العالمي الكبير وإزاء هذه التداعيات المختلفة كانت الحاجة الماسة إلى التنمية في شتى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية في الدول الإفريقية للخروج من هذه الأزمة العالمية التي فرضت تداعياتها علينا جميعًا بأسوأ الآثار السلبية وبعد استعراضنا للتحديات العالمية المستجدة التي تواجهها الأنظمة القضائية عبر إفريقيا وتأكيدًا على أهمية الحماية القضائية لحقوق الإنسان والحريات العامة وإصرارًا على التمسك بمبادئ المهنية ونزاهة الأحكام القضائية في أي نظامٍ قضائي أخزًا في الاعتبار بالجوانب المختلفة للتسبيب القضائي والأساس المنطقي وراء المستويات المختلفة لشفافية الأداء القضائي وإقرارًا منا على أن أنظمة العدالة الفاعلة محلُّ السقة في بلادنا والتي تفسِّر القانون وتطبِّقه بحياديةٍ واحترافية وبلا تأخير هي ضرورةٌ لحماية حقوق مواطنيها وحُسن إدارة مُجتمعاتنا وانطلاقًا من مسؤوليتنا القانونية والأخلاقية نحن قضاط المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية كان اجتماعنا هذا للتباحث بشأن دور الرقابة الدستورية في تنمية الشعوب الإفريقية وإيمانًا مننا بأن السلام الاجتماعي هو الأساس الذي تنهض عليه تنمية شعوبنا وأنه يقوم على ركيزةٍ أساسية تضمن تحقيق المساواة بين سائر المواطنين لتكون المواطنة بما تحمله من الإقرار بتساوي الحقوق والواجبات بين أطياف المجتمع ومكوناته هي الدعامة الدستورية التي ترسِّخ له وتوطِّد أركانه فكان الحق في المواطنة هو موضوع جلستنا الأولى واستناداً إلى حقيقةٍ مؤداها أن الهجرة باتت ظاهرةً طبيعية في شتى دول العالم لاعتباراتٍ مختلفة وأن الأزمات السياسية والاقتصادية في العالم أجمع قد زادت من نطاق هذه الهجرات وعمَّقت ظاهرة اللجوء لأسبابٍ سياسيةٍ واقتصادية وإيماناً منا أن السلام الاجتماعي لن يتحقق إلا إذا تحدَّدت المراكز القانونية والدستورية للمهاجرين والأجانب واللاجئين أيضاً وإدراكاً منا لأهمية التنمية المتطلَّع إليها التي لا تقوم إلا على استقرار السلم والأمن الدوليين بين جميع دول العالم وهو الأمر الذي طرح موضوع الضمانات الدستورية المقررة لتنمية الموارد الطبيعية المشتركة والتنظيم الدولي لاستغلالها بما يحفظ الأمن والسلم الدوليين وتسليماً منا بأن تنمية الشعوب الإفريقية قوامه احترام الخصوصية الثقافية للمجتمعات الإفريقية والعمل على الاستقرار الاجتماعي في سائر دولها ومن ثم كان اجتماعنا لبحث دور الرقابة الدستورية في رسم الحدود الفاصلة بين الحفاظ على الخصوصية الثقافية لكل مجتمعٍ من مجتمعاتنا والانفتاح على القيم الثقافية العالمية بما لا يتعارض مع الخصوصية الثقافية لكل دولةٍ إفريقيةٍ على حدة وإقراراً مننا أيضاً بأن التنمية في شتى المجالات لا تكتمل حلقاتها لا تكتمل حلقاتها إلا بتوطيد دعائم العدالة الاجتماعية بحسبانها وقود التنمية الاقتصادية وتأكيداً مننا أيضاً على أن التدريب في مجال العلوم الدستورية أحد أهم تحديات العمل في المجال الدستوري بما يطرح علينا البحث في أنجع الوسائل التي تضمن دوام التواصل بيننا للاستفادة من خبرات الدول الأعضاء لذلك قررنا أولاً تفعيل الضمانات القانونية لتوفير الحماية اللازمة للقضاء في سائر الأنظمة الدستورية ثانياً تعزيز مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها كأحد الدعائم الرئيسية لضمان استقلال القضاء ثالثاً العمل على كفالة الحقوق الدستورية للمواطنين جميعاً دون اعتبار لاختلاف الدين أو العرق أو الرأي السياسي أو أي اعتبار آخر رابعاً التأكيد على حق المواطنين جميعهم في شغل الوظائف العامة على قدم المساواة خامساً الدعوة لالتزام الدول الأعضاء بالعمل على إنفاز الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الأجانب واللاجئين سادساً تشجيع الجهود الرامية لدمج اللاجئين في سوق العمل وتوفير الفرص المناسبة لتأهيلهم لحياةٍ كريمة سابعاً تسمين مبادرات الدول الأطراف بإبرام الاتفاقات السنائية لإقرار البزيد من حقوق اللاجئين والمهاجرين ثامناً دعم الجهود الرامية لحلولٍ تفاوضيةٍ عادلة بشأن تنظيم استقلال الثروات الطبيعية المشتركة تاسعاً الدعوة لاعتبار حماية البيئة حق دستوري أصيل والعمل على حمايتها من التلوّس والتدهور عاشراً تبني مفهوم العدالة البيئية في البلدان الإفريقية ودعم القضاء الأفارقة في تنفيزه حمايةً للموارد الطبيعية في تلك البلدان والتعاون فيما بينها في هذا الشأن حادي عشر اتخاذ المزيد من الإجراءات لضمان احترام الهوية الثقافية الإفريقية وإقرار حق كل مجتمعٍ في التمسك بالقيم الأخلاقية التي تقرها الجماعة الوطنية ثاني عشر التسليم باحترام المجتمعات الإفريقية لحق كل مكونٍ في الاعتراف بلغته وكفالة تمسيله الاجتماعية المناسب في كافة المجالات السياسية والاجتماعية ثالث عشر الدعوة لضمان نظام قانوني يتبنى إرساء قواعد العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للصروة رابع عشر التأكيد على كفالة الحد الأدنى للاحتياجات الأساسية لكل أفراد المجتمع كمطلب أولي لتحقيق السلام الاجتماعي خامس عشر الإشادة بالجهود الرامية إلى تمكين المرأة من شغل الوظائف العامة وولاية القضاء سادس عشر دعم إنشاء مركز إفريقي للبحوث والدراسات الدستورية والقانونية بين المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا سابع عشر تسمين اللقاءات الدورية المباشرة والافتراضية بين قضاء المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا بغرض البحث العلمي والتدريب في العلوم الدستورية والقانونية ثامن عشر تنظيم دورات تدريبية متخصصة في العلوم الدستورية والقانونية بين قضاة المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا تاسع عشر تعزيز الجهود الرامية إلى توطيد التعاون بين سائر المحاكم والمجالس الدستورية الإفريقية وبين نظرائها في العالم وعلى الأخص المؤتمر العالمي للعدالة الدستورية والتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية ولجنة فينيسيا والتحاد المحاكم والمجالس الدستورية الفرانكوفونية ومؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية وتعضيد كافة هذه المؤسسات والعمل على التعاون البناء بينها وختاما نؤكد على تصميمنا على تفعيل كافة المقررات التي تبنتها سائر اجتماعاتنا الخمسة السابقة وذلك بتكليف أمانة اجتماع القاهرة للعام 2022 ببدء المشاورات مع جميع الجهات المعنية لتحديد الموعيد المحتملة للعقد اجتماع القاهرة السابع في صورته الحالية او تطويره على اي نحو يسهم في تنفيذ توصيات هذا الاجتماع وشكرا لحضراتكم جميعا فقد انتهى فعاليات الاجتماع اذا مشاهدين تابعنا التوصيات الختمية لاجتماع القاهرة السادس الخاص بالمحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية للدول الافريقية والذي شارقت فيه اربعون دولة افريقية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي والذي استضفته المحكمة الدستورية العليا في القاهرة 2022 نحن رؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الافريقية وكبار قضاتها اجتمعنا من اربعين دولة افريقية اجتماعنا الدوري في القاهرة خلال الفترة من 10 الى 12 من سبتمبر سنة استقبل الفريق اسامة ربيا رئيس هيئة قناة السويس الفريق اول مايكل كرالا قائد القيادة المركزية الامريكية والوفدة المرافقة له بمقر الهيئة وذلك على همز زيارته الرسمية الى مصر تأتي زيارته في اطار علاقة الشركة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة في كافة المجالات استقبل الفريق اسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس الفريق اول مايكل كورالا قائد القيادة المركزية الامريكية والوفدة المرافقة له بمقر الهيئة وذلك على هامش زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية بحضور اللواء اركان حرب محمد ربيع قائد الجيش الثاني الميدني والقائم باعمال السفير الامريكي بالقاهرة واكد رئيس هيئة قناة السويس على الاهتمام الكبير الذي تليه الدولة المصرية لمشروعات تطوير قناة السويس انطلاقا من اهميتها الاستراتيجية ودورها الحيوي في خدمة حركة التجارة العالمية فيما اعرب قائد القيادة المركزية الامريكية عن اهمية قناة السويس باعتبارها شريانا حيويا للعالم اجمع مشيدا بالرؤية المصرية لتطوير المجرى الملاحي لقناة السويس كما تضمنت الزيارة جولة بحرية بقناة السويس الجديدة تابع من خلالها انتظام حركة الملاحة داخل القناة تأتي الزيارة في اطار علاقات الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الامريكية في كافة المجالات وكذا المساعي المشتركة لدعم السلام والتنمية ومواجهة التحديات الراهنة تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتبعة اسعار السلع الاسراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع باسعار ازيد من السعر الرسمي وتمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 452 قضية تموينية بمضبطات بلغت اكثر من 151 طن مواد غذائية وغير غذائية في مجال الاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط اكثر من ثمانية اطنان وفي مجال عدم الاعلان عن الاسعار بقصد البيع باسعاد من السعر الرسمي الاستلع الغذائية فتم ضبط قرابة 138 طن اما في مجال قضايا المخابز فتم ضبط 723 قضية من بينها 157 قضية خبز ناقص الوزن و120 قضية خبز غير مطابق المواصفات وفي ملف الازمة الروسية الاوكرانية اكد الرئيس الاوكراني فولودمير زلنسكي ان المفاوضات مع روسيا لن تكون ممكنة الا بعد ما وصفه بالتحرير الكامل لجميع الاراضي الاوكرانية التي سيطرت عليها روسيا واضاف زلنسكي انه من الممكن في حال تحقيق ذلك اشراك دول ومؤسسات دولية بالمحادثات في المقابل علق نائب رئيس مجلس الامن القومي روسي دمتري مدفادف على عدم رغبة الرئيس الاوكراني فولودمير زلنسكي في اجراء حوار مع بلاده اللقاب انها محاولة لتصعيد سقف المطالب الاوكرانية الى ذلك اكدت الرئاسة الروسية ان العمليات العسكرية الروسية في اوكرانيا ستستمر الى ان تحقق اهدافها مستبعدا سحب القوات الروسية من محطة الطاقة النووية في زابوريجيا وفي سياق متصل قالت وزارة الدفاع الروسية ان القوات الروسية تشن ضربات جوية على القوات الاوكرانية في منطقة خاركيف كما اعلنت مقتل نحو 250 عسكريا اوكرانيا في غارات روسية على القوات الاوكرانية في كوبانسك وايزيوم بخاركيف قالت وزارة الدفاع البريطانية ان روسيا امرت على الارضح بسحب قواتها من منطقة خاركيف او بلاست في اوكرانيا غربية نهر اسبيل اضافت الوزارة ان اوكرانيا استعادت اراضي تبلغ مثلي مساحة لندن الكبرى على الاقل مؤشرة الى ان النجاحات الاوكرانية سريعة لها تدعيات كبيرة على المخطط الكامل للعمليات الروسية في اوكرانيا ذكر وزير الدفاع الاوكراني اوليسكي ريزينقا بان مركبات بوشماستر المدرعة الاسترالية ساعدت قوات الدفاع الاوكرانية في تحقيق تقدم عسكري بمنطقة خاركيف وتوجه ريزينقا بالشكر الوزير الدفاع الاسترالي على دعم بلاده لكيف كانت استراليا قد ارسلت عشرين عربة مدرعة من تراز بوشماستر تبلغ قيمتها حوالي 38 مليون دولار الى اوكرانيا في ابريل الماضي على الرغم من مرور مئة يوم على العمليات الروسية في اوكرانيا الا ان المعارك لا تزال مستمرة بضربات متبادلة واعلانات عن انتصارات من الجانبين وفرار الاف المدنيين ففيما اعلنت موسكو توجيه ضربات لاهداف في خاركيف اكدت كييف استعادة جزء من اراضيها واعلنت اوكرانيا ان قواتها اجبرت الجنود الروسة على التراجع في مواقع استراتيجية في شرق البلاد بعدما اشرت موسكو الى عملية انسحاب نتيجة هجوم كييف المضاد الواسع النطاق وشهدت صناديق ذخيرة ومعدات عسكرية مهجورة متناثرة في مناطق غادرتها القوات الروسية بحسب صور نشرها الجيش الاوكراني الرئيس الاوكراني غولوديمير زيلينيسكي اكد ان الجيش الاوكراني استعاد من القوات الروسية مدينة ايزيوم الاستراتيجية الواقعة في شرق اوكرانيا وفي كلمة وجهها الى الامة بمناسبة مرور مئة يوم على بدء الغزو الروسي شكر زيلينيسكي القوات الاوكرانية التي حررت المئات من المدن والبلدات الاوكرانية من جهة ثانية حمل زيلينيسكي روسيا مسؤولية انقطاع الكهرباء في شرق اوكرانيا متهما موسكو بانها تعمدت استهداف بنا تحتية مدنية ولم يصدر اي رد فعل رسمي روسي على المكاسب التي تحققها القوات الاوكرانية لكن خريطة لخاركيف عرضتها وزارة الدفاع الروسية خلال احاطتها اليومية بيانت انسحابا كبيرا للجيش الروسي من هذه المنطقة عودة مرة اخرى لمتابعة فعليات اجتماع القاهرة السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية وينضم الينا مباشرة محمود جميل مرسل التلفزيون المصرية محمود داني في صورة الاجتماعات وابرز التوصيات التي خرج بها نعم اهلا وصلا بكم وبكل السادة المشاهدين بالفعل انتهت الجلسة الختامية وجلسة الاعلان عن التوصيات للاجتماع السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا الافريقية هذا الاجتماع الذي استمر على مدار ثلاثة ايام برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي تم مناقشة عدد من المحاور وايضا عدد من الموضوعات التي تهم الشعوب الافريقية بشكل خاص اليوم هو اليوم الختامي كان هناك يعني بعض الجلسات وبعض الموضوعات التي تم مناقشتها عدد من الجلسات منها الجلسة التي تحدثت عن العدالة الاجتماعية من منظور اقتصادي وكانت برئاسة المستشار رجب سليم نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا وايضا كانت هناك جلسة اخرى بعنوان التجارب الدولية حول العدالة الاجتماعية ثم كانت الجلسة الختامية التي كانت بعنوان التدريب في مجال العلوم الدستورية كأحد أهم تحديات العمل في المجال الدستوري أيضا كانت الجلسة الختامية التي تم الحديث عن تفعيل أحد التوصيات السابقة للاجتماعات السابقة وهو المركز الإفريقي للبحوث والدراسات الدستورية والقانونية تم الحديث عن أليات هذا المركز وكيف سيتم تنفيذ هذه الأليات في الفترة القادمة ثم جاءت التوصيات في ختام الجلسة الختامية والتوصيات تركزت على فيما يتعلق باللاجئين والمهاجرين الأفارقة فكانت من أبرز هذه التوصيات تشجيع الجهود الرامية لدمج اللاجئين في سوق العمل وتوفير الفرص المناسبة لتأهيلهم لحياة كريمة أيضا كانت هناك الدعوة لاعتبار حماية البيئة حق دستوري أصيل والعمل على حمايتها من التلوث والتدهور أيضا كان هناك اتخاذ المزيد من الإجراءات لضمان احترام الهوية الثقافية الإفريقية وهذا كان موضوع هام تم مناقشته في جلسات الأمس وهو موضوع الهوية الثقافية ثم أيضا التأكيد على الإشادة بالجهود الرامية لتمكين المرأة في شغل الوظائف خاصة ولاية القضاء وأيضا إنشاء مركز أفريقي للبحوث الدراسية الدستورية والقضائية وتم إسناد طبعا تكليف أمانة الاجتماع بالقاهرة لعام 2022 بالتحضير إلى الاجتماع السابع في نسخته السابعة في المواعيد المحددة التي سيتم الإعلان عنها سواء على هذا النمط الساري حاليا أو التطوير من هذا الاجتماع يتضمن بعض الموضوعات الهامة التي تخص القارة الإفريقية هذه هي الجلسة الختمية وأبرز التوصيات التي كانت لالاجتماع السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكمة الدستورية الإفريقية محمود دي جميل لمراسل التلفزيون المصرية شكرا لك أهلا بكم من جديد وعودة إلى ملف الأزمة الروسية الأوكرانية حيث أعلن رئيس الإدارة العسترية المدنية لمنطقة خاركيف إجلاء ما يقرب من خمسة ألاف مدني من مدينة خاركيف إلى روسيا وأوضح المسؤول الروسي أن القوات الأوكرانية تسيطرت على مواقع في شمال مدينة خاركيف بالقربي من الحدود مع روسيا مؤشيرا إلى أن عدد القوات الأوكرانية فاق عدد القوات الروسية بثمان مرات خلال هجوم مضاد خاطف أوكراني في المدينة الأسبوع الماضي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الفيدرالية الروسية سلسلة من الهجمات الإرهابية ضد سلطات مقاطعة خيرسون وذكر الأمن الروسي أن الاستخبارات الأوكرانية حاولت ارتكاب سلسلة من الأعمال التقريبية ضد المسؤولين في الإدارة العسكرية المدنية في مقاطعة خيرسون وأعضاء حكومات القرب مشيرا إلى قيام بهذا الأمن الفيدرالي الروسي بتحديد المنفذين ومرقبة تحركاتهم ونجاحه في إحباط مخططهم قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية أولاد نيكولينكو قال إن الهجمات الروسية الأخيرة على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا ما هي إلا تصرفات تنمو عن حالة اليأس المسيطرة عليه وكتب نيكولينكو في تغريدتنا عبر تويتر بأن القوات الروسية تسهدفت محطات للكهرباء مما تسبب في انقطاع الكهرباء على نتاق نواسع وصفا هذه التصرفات بأنها يائسة في آقاب خسائر روسيا الفادحة وتراجعها في شرق أوكرانيا قال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائل جروسي إن أوكرانيا وروسيا مهتمة باقتراح الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن إنشاء منطقة حماية حول محطة زابوريجيا للطاقة النووية والتي تسيطر عليها روسيا وأداف جروسي في مؤتمر صحفي بفينا إن كل البلدين يتعاونان مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن منع الأنشطة العسكرية مثل القصف الذي دمر قطوط القهرباء بالمحطة وعرض أمنها للخطر ترجمة نانسي قنقر أظهر استطلاع أمريكي حديث للرأي أن الرضا العام عن نظام الرعاية الصحية في الولايات المتحدة ينخفض بشكل ملحوظ وأعرب أقل من نصف الأمريكيين المستطلعة أراؤهم عن رضائهم عنه في مقالة 12% فقط من المشاركين في الاستطلاع إن النظام يتعامل مع المواطنين بشكل جيد أو جيد للغاية وبشكل عام أعطى الجمهور تقديرا أقل لكيفية التعامل مع تكاليف العققير الطبية ووجود رعاية جيدة في دور رعاية المسنين والرعاية الصحية العقلية حيث قال 6% فقط أو أقل إن هذه الخدمة الصحية تتم بشكل جيد تحدثت وزيرة الخزانة الأمريكية جانا تيلان عن خطر كمش في الولايات المتحدة بسبب إجراءات التخذات لإبطاء التضخم تؤثر بالسلب على النشاط الاقتصادية هذا وبلغ معدل التضخم بالولايات المتحدة في يونيو الماضي أعلى مستوى له في 40 عاما قبل أن يتباطأ قليلا في يوليو تداعيات العمليات الروسية في أوكرانيا ما زالت تلقي بظلالها على دول العالم فقد تسببت في تغيير شكل الحياة وتكاليفها حيث أفلست دول واقتربت أخرى من التعثر وجاع ملايين البشر وضرب التضخم دولا متقدمة لم تعرف أسعارا بهذه القسوة منذ عقود وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يالين تحدثت عن خطر انكماش في الولايات المتحدة بسبب إجراءات التخذت لإبطاء التضخم ستلقي بثقلها على النشاط الاقتصادي كما قالت وزيرة الخزانة إن الأمريكيين قد يشهدون زيادة في أسعار الغاز في الشتاء عندما يقلص الاتحاد الأوروبي شراء الخام الروسي بدرجة كبيرة وفي مواجهة تضخم بلغ في يونيو أعلى مستوى له في أربعين عاما يرفع الاحتياطي الفيدرالي تدريجيا فوائده الرئيسية بهدف إبطاء النشاط الاقتصادي وتخفيف الضغط عن الأسعار وتحدد هذه النسب الاتجاه للمصارف التجارية بالنسبة لنسب الفوائد والقروض التي تعرضها على عملائها من أفراد وشركات وبالتالي فإن معدلات الفوائد الأعلى تخفف تلقائيا الاستهلاك والاستثمار ويخشى المسؤولون الأمريكيون من أن يؤدي استمرار اتفاع التضخم لفترة طويلة إلى تآكل ثقة المواطنين في قدرة البنك المركزي على إرجاع مستويات التضخم عند 2% مما يجعل عودة الاحتياطي الفيدرالي إلى المعدل المستهدف أكثر تكلفة تعتزم الحكومة الروسية تخصيص حوالي 100 مليار روبل لدعم وتحسين الاقتصاد الروسي وذكرت مصادر روسية أن 15 مليار روبل ستكون مخصصة لتوسيع إنتاج طائرات الركاب و25 مليار روبل أخرى لدعم نظام إدارة الحركة الجوية وأكدت الحكومة الروسية دعمها للشركات الوطنية المتضررة من العقوبات المفروضة على موسكو بسبب العمليات العسكرية في أوكرانيا وأعلنت اتخاذ مجموعة من الإجراءات للحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي في روسيا توقع معهد إفو الألمانية للإحساءات أن ينكمش الاقتصاد الألمانية في العام القادم وتوقع المعهد أن ينكمش أكبر اقتصاد في أوروبا بنسبة 0.3% في عام 2023 فيما رفع توقعاته للتضخم لنفس العام بمقدار 6 نقاط مئوية إلى 9.3% وبالنسبة لعام 2022 خفض المعهد توقعاته لنمو الاقتصاد الألماني إلى 1.6% من 2.5% رفع توقعات التضخم إلى 8.1% من 6.8% أفادت تقارير بأن ألمانيا استوردت سلعا من روسيا في شهر يوليو الماضي بقيمة 2.9 مليار يورو بزيادة قدرها 10.2% على أساس سنوي وارجعت الحكومة الألمانية سبب الزيادة إلى ارتفاع الأسعار لسيما في قطاع الطاقة حيث استوردت في يوليو النفط والغاز من روسيا بقيمة 1.4 مليار يورو بزيادة 1.6% عن العام السابق كشفت بيناتنا رسمية عن أن الاقتصاد البريطاني نمى بأقل من المتوقع في يوليو وسط انكماش لقطاعي الانتاج الصناعي والبناء وحقق الاقتصاد البريطاني نموا بنسبة 2.2% في يوليو بعد انكماش بلغ 0.6% في يونيو الماضي بسبب ارتفاع أسعار الطاقة كانت رئيسة الحكومة البريطانية الجديدة لستراز قد كشفت عن تثبيت أسعار الطاقة لمدة عامين في خطة ستتكلف مليارات الجنيهات الاسترلينية بهدف تخفيف أباء المعيشة عن الأسر في المملكة المتحدة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر تقدم اليوم مجلس العموم واللوردات البريطانيين بالتعازي للملك شارلز الثالث وزوجته كاميلا في وفاة والدته الملكة إليزابيث وفي قاعد ويست مينستر عبر المشرعون في كل من مجلس العموم ومجلس الأردات عن تعازيهم في وفاة الملكة إليزابيث أسانية كان الملك الجديد قد وصل وزوجته كاميلا إلى إدامبرا لتلقي العزاء في الملكة إليزابيث كما انضمت إليه شقيقة فؤان وشقيقة أندرو وإدوارد وسيسير أبناء الملكة بعد ذلك في موكب خلف النعش لدى نقله إلى كاتدرائية سانجيلز محاطا بالجنود وفي كلمة له أمام آضاء مجلس العموم واللوردات قال الملك تشارلز الثالث إن الملكة إليزابيث الثانية أفنت حياتها في خدمة بلدها وحفظت على نظام الملكية الدستورية وأكد الملك تشارلز الثالث أن تقاليد المملكة الديمقراطية عريقة وأصيلة متعاهدا بأن يسير على نهج الملكة إليزابيث البرلمان هو الأداء الحية للديمقراطية وهي تقاليدكم العريقة ونراها في بناء هذا المبنى ويذكرنا بمن سبقونا في هذه المناصب التي الآن أنا أحتل آخرها وأيضا قناعت الملكة الأم الراحلة بساحة القصر الجديدة التي تمثل احتفالية يوبيلها وكذلك ساحة اليوبيل الدهبي وهذه الجدارية الججاجية التي تمثل اليوبيل الماسي هذه أيضا هديتكم الثمينة للملكة الراحلة هذا وينقل اليوم نعش ملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث الثانية في موكب من قصر هالي رود هاوس إلى كاتدرائية سان جايلز بمدينة أدمرا عاصمة سكوتلندا حيث سيبقى هناك لمدة 24 ساعة للسماح للناس بإلقاء نظرة الوداع كان نعش الملكة إليزابيث الثانية قد وصل إلى أدمرا بعد 6 ساعات من مغادرته لمنزلها الصيفي في مرتفعات سكوتلندا مرورا بعشرات الألاف الذين اصطفوا على جوانب الطرق والشوارع لتوديع الملكة الراحلة دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو روتيريش جميع الأطراف في إثيوبيا إلى وقف الأعمال القتالية في منطقة تجري واقتنامي الفرصة من أجل السلام واتخاذ خطوات لإنهاء العنف بشكل نهائي واختيار الحوار كما شدع الأطراف على المشاركة بنشاط في العملية التي يقودها الاتحاد الأفريقي دون تأخير وتهيئة الظروف المؤتية لإجراء المحادثات مجددا التأكيد على استعداد الأمم المتحدة لدعم عملية السلام التي يقودها الاتحاد الأفريقي سمنت الولايات المتحدة جهود الاتحاد الأفريقي الرامية لإطلاق محادثات سلام في إثيوبيا في أقرب وقت ممكن وذلك لحل نزاع المستمر في منطقة تجري ورحب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلانكين بإطلاق عملية محكمة وقوية قائمة على الاستعداد لإنهاء القتال في شمال إثيوبيا والسعي لحل القضايا العالقة من خلال الحوار وأكد بلانكين استعداد الشركاء الدوليين لدعم هذه العملية شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنتوني روتيريش على أن التعاون بين بلدان الجنوب يعد أمرا بالغة الأهمية للبلدان النامية في تخفيف من حدة الإختلال المناخي وتكيف معهم قال روتيريش في بيان بمناسبة يوم الأمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب إنه في هذا العصر الذي يتسم بتحديات واضطرابات غير مسبوقة يكمن الحل في التضامن وتؤكد المنظمة الأممية أن التعاون بين بلدان الجنوب سيرزهم في كسر حلقة الفقر والاضطراب والتفاوتات الإنمائية وفي نفس الوقت يعزز خطط التنمية الوطنية الشاملة لا تزال مياه الفيضانات تؤثر على حياة السكان في إقليم السند الباكستاني وتخشى السلطات في باكستان من أن تعاني منطقة دادو المزيد من الفيضانات جراء ارتفاع منصوب مياه نهر السند بعد أن أكبرت مئات الآلاف على ترك منازلهم في باكستان لا تزال مياه الفيضانات تؤثر على حياة السكان في إقليم السند حيث ينتظرون وصول المزيد من المساعدات إليهم مياه الفيضانات لا تزال تغمر مناطق شاسعة من باكستان مدمرة البنية التحتية للطرق والاتصالات فسكان منطقة دادو كانوا يسافرون عبر مياه الفيضانات على متن قارب كما أن هناك مخاوف من أن تعاني دادو المزيد من الفيضانات جراء ارتفاع منصوب مياه نهر السند ويشعر السكان والعملون في المجال الصحي بالقلق بسبب العدد المتزايد من الأطفال المصابين بالتهابات المعدة والأمعاء وغيرها من الأمراض نتيجة الطرار الكثيرين من السكان لشرب مياه الفيضانات الملوثة خلال شهر يوليو وأغسطس شهدت باكستان هطول أمطار بمعدل 391 ملي مترا أو ما يقرب من 190% أعلى من متوسط 30 عاما وشهد إقليم السند في الجنوب هطول أمطار بنسبة تتجاوز 466% أكثر من المتوسط وتقدر السلطة في باكستان الأضرار بـ 30 مليار دولار وبحسب الحكومة فإنما يقرب من 1400 شخص لقوا حتفهم بينما أصيب 13 ألف آخرون وشرد الملايين بسبب الفيضانات الغزيرة يموه يونيو الماضي نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صدور قرار بالاستغناء عن معلم المدارس الحكومية من غير خريد كليات التربية والاكتفاء بالتربويين فقط أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني استمرر كافة المعلمين سواء خريدوا كليات التربية أو غيرها من الكليات الأخرى في وظائفهم دون استبعاد أي منهم مشيرة إلى أنه من المقرر تعين معلمين جدد بالمدارس بموجب مسابقة الثلاثين ألف معلم الجاري عقد اختباراتها خلال الفترة الحالية أشدت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد بالدور الذي يقوم به القضاء في الحفاظ على البيئة وتنميتها من خلال الأحكام القضائية والقوانين التي تضمن للمواطن العيش في بيئة نظيفة جاء ذلك خلال كلمة لوزيرة البيئة في الورشة التي نظمتها اللجنة العليا للإصلاح التشريعية تحت عنوان البيئة وتغير المناخ بين الواقع والمأمول في ضوء رؤية مصر للبيئة والمناخ من جانبه أكد وزير العدل ومقرر لجنة الإصلاح التشريعية المستشار عمر ماروان إلى الدولة أهمية خاصة للحفاظ على البيئة ومواجهة أسار تغير المناخ مشيرا إلى دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لكل المشروعات والدراسات المتعلقة بملف في البيئة في هذا الصدد نشاركنا استضافة حضراتكم بيوفا كراما ومتحدثين أجل الله في هذا المحفل العلمي المتخصص والذي نأمل أن يسفر عن مساهمات البناء يمكن تقديمها في مؤتمر المناخ كوب تونتي سيفل الذي تنظمه جمهورية مصر العربية انطلاقا من دورها المأمول في تقديم كل ما هو جديد للحفاظ على البيئة والحد من تغير المناخ العدل مع وزارة البيئة لها طبيعة خاصة طبيعة خاصة لأن أهمية وجود تشريع بيئي قوي يضم تغير المناخ في قلب هذا التشريع ليس فقط لأنها قضية حياتية تحدي عالمي ولكن أهمية وجوده على المستوى الوطني فيمكن النهاردة بنشكر لجنة الإصلاح التشريعي على عقد هذه الورشة بوجود كافة الجهات والوزارات المعنية بنشكر معالي وزير العدل على هذه المبادرة لكيفية إدراج المحور الخاص بتغير المناخ في القانون الجديد الخاص بالبيئة. مهام اللجنة استكمال الدراسات والبحوث وتجميع الإحصائيات وكما قررت معالي دكتورة وزيرة البيئة وطلبت من اللجنة العليا التكاتف بشأن إخراج قانون بيئة موحد يحافظ على البيئة المصرية ويقدم الحلول للبيئة العالمية ويكافح تغير المناخ في مصر والعالم أجمع. استضافت مصر فعاليات منتداء البحوث السنوي التاسع للقمسة والذي يقام في ظل رئاسة مصر للدورة الحالية لتجمع السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي القمسة. يقام المنتدى تحت شعار تعزيز تنافسية الأعمال والمرونة لدفع التجارة البينية. ويستمر خلال الفترة من الثاني عشر وحتى الخامس عشر من سبتمبر الجاري. حيث يحظى بمشاركة عدد كبير من ممثلي المنظمات الدولية والإقليمية. وخلال كلمة ألقاها مساعد الوزير للشؤون الاقتصادية إبراهيم السيديني. نيابة عن وزير الاتجارة والصناعة أحمد سمير أكد الوزير أن الدولة المصرية تبذل جهودا كبيرة لتعزيز العمل الإفريقي المشترك وتحقيق التكامل الاقتصادي القاري. نحن نتكلم في بعض المبادرات المصر قامت بها زي التكامل الصناعي. التكامل الصناع ما بين الدول القارة وخاصة دول الكوميسة وذلك لتعميق الصناع الإفريقية. استخدام المواد الخام المنتجة في إفريقيا لزيادة القيمة المضافة. دي من المبادرات أو المبادرة اللهم هينتهوا بها لتوصيات إن شاء الله. أهمية المنتجة ترجع إلى إنه يأتي في وقت حرق بسبب التذاعيات السلبية لجائحة كورونا والأزمة الأكرانية التي آثرت على جميع دول العالم. وهو ما يضع لتعزيز التجارة البينية بين الدول الأفريقية خاصة دول الكوميسة. نحن سعداء لاستضافة مصر لهذا المؤتمر ونتمنى الوصول للنتائج المرجوة. شهد معرض أهلاً مدارس بمحافظة دميات. إقبالاً كبيراً من المواطنين. وتشهد المحافظة تنظيم سلاسة معرض في مدينة دميات ودميات الجديدة. وفارسكور بإجمالي 68 عارضاً. وذلك بالتعاون بين الغرفة التجارية ومديريتي الأمن والتموين بمحافظة دميات. أنا أول مرة أجل معرض. بس فصراحة يعني أن الحاجة كويسة والخامة كويسة. وحتى أسعارها أحسن مبارة بكتير. جاءت المعرض هنا فلاقيت مستلزمات المدارس كلها من كرسات شنط ملابس أحذية كتشيهات كل المستلزمات المدارس. وطبعاً لقيت أسعار أرخص بالسوق بالتلعتين في المئة أو أكتر. نستنى يعني المعرض اللي ستتعمل دي كل سنة عشان ننزل بديبقى فيها تشكيلات حلوة وبيقى فيها كل حاجة. يعني أنا مثلاً بنزل هي نزلة واحدة بجيب كل حاجة مرة واحدة ما بقعدش ألف بقى. والحمد لله في استجابة من المواطنين على المنتجات اللي موجودة في المعرض من شنط وطرح وأحذية وكل أدوات المدرسية المطلوبة وكرسات وكتب خارجية كل موجود داخل المعرض وفي إقبال من المواطنين كويس وتعاون معنا الحمد لله. ونحن متعاونين معهم بحيث نقدر ننفذ مبادرة الرئيس على أكمل واك إن شاء الله. انخفضت قيمة العجز في الميزان التجاري لمصر بنسبة 12.4% خلال يونيو الماضي لتسجل 3.21 مليار دولار. مقابل 3.66 مليار دولار خلال نفس الشهر من عام 2021. وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. ارتفاع قيمة صادرات بعض السلع خلال شهر يونيو 2022. مقابل مثلتها لنفس الشهر من العام السابق. وأهمها منتجات البترول والغاز الطبيعي والمسال بنسبة 49.4% في المقابل انخفضت قيمة الوردات بنسبة 7.7% ومن أخبار الاقتصاد أيضا أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم بارتفاع جمعي للمؤشرات مدعومة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين. وسجل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالسوق مستوى 714.8 مليار جونية. وذلك وسط تدولات بلغت نحو 3.7 مليار جونية. وعلى صعيد المؤشرات ارتفع مؤشر EGX 30 بنسبة 75% ليغلق عند مستوى 10.434 نقطة. كما صعد مؤشر الشركة الصغيرة والمتوسطة EGX 70 متساوي الأوزان بنسبة 9.100% ليغلق عند مستوى 2.290 نقطة. وارتفع مؤشر EGX 100 متساوي الأوزان بنسبة 1.10% ليغلق عند مستوى 3.279 نقطة. تحل اليوم ذكرى وفاة الموسيقار بليغ حمدي صاحب الألحان الوطنية التي لن تمحى من ذكرة المصريين. مثل عدى النهار لعبد الحليم حافظ وعلى الربابة لوردة ويا حبيبتي يا مصر للشادية وغيرها من الأغاني المرتبطة بكل شبر من أرض الوطن. ترجمة نانسي قنقر وصلنا مشاهدينا إلى نهاية النشرة وإليكم عنوين الأخبار. اجتماع القاهرة السادس لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الأفريقية يختتم فعلياته اليوم. مع مرور 200 يوم على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا كيف تعلن استعادة جزء من أراضيها وموسكو تواصل القصف؟ في كلمة أمام آضاء مجلسي العموم واللوردات ملكو بريطانيا تشارلز الثالث يتعهد بأن يسير على نهج الملكة إلى الزرس. نهاية نشرة الثالثة أتتكم من على شاشة التلفزيون البصري. شكرا للمتابعة دمتون في أمان الله.